بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضرة رقم 30 في شرح الكورس Security Plus SY0601 النهاردة ان شاء الله بنبتلي مع موديو الجديد بعنوان Secure Network Protocols النهاردة هيكون تالت محاضرة بنتكلم فيها عن الحاجات الخاصة بالNetworking زي ما كنا سبق وكلمنا عن Network Security Appliance وكمان كنا كلمنا عن Design المحاضرة بتاعت النهاردة هي محاضرة بسيطة لكن بتعرفنا على ايه هي الموست كومان بروتوكول اللي انت بتحتاجها داخل بيئة النيتورك اثناء ما احنا بنتكلم عن المحاضرة دي هيكون فيها عندنا لابات تطبيقية اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة فاحنا بعد ما هنخلص الكلام النظري النهاردة هنبتلي من اول المحاضرة القادمة نبتلي نتكلم في اللابات عندنا تلات لابات خاصين بالموديول ده اللاب الاول خاص بالنيتورك Addressing Services زي الديتشي بي والنات اللاب التاني خاص بالفيبي ان اللاب التالت خاص بالSSH اللابات ديت بالاضافة للابات اللي انت شفتها قبل كده يعني احنا حاليا بنتكلم احنا هنا هنخلص 16 و17 و18 وقبل كده خلصنا 14 و15 وقبليهم خلصنا 13 من اول لاب 13 لحد لاب 18 دول الموست كومان لاب اللي انت هتحتاجهم لو انت شغال ازا نيتورك سبيشالست او نيتورك ادمنستريتور او نيتورك انجينير طبعا بالاضافة للابات التانية اللي هي خاصة بالSystem Administrator اللي كنا كلمنا عليها قبل كده فانت لو عايز تقول الكورس بتاعنا هنا بتاع Security Plus ايه هي اللابات اللي فيه خاصة بالنيتورك من اول 13 لحد طيب يعني ايه نيتورك بروتوكولز واهمية ايه بالنسبة دي زي ما اتفقنا قبل كده ان انت كبيسي او كإند بوينت داخل النيتورك انت بتتواصل مع اجهزة داخل الشبكة سي ان انت متواصل على سويتش والسويتش ده عليه السيرفر او عليه بيسي اخر انت كبيسي وان عشان تروح للبيسيز السيز التانية او للسيرفرات انت محتاج ترسل لهم data طيب هترسل لهم data دي ازاي او هترسل لهم ال packets ازاي في بروتوكول البرتوكول ده بياخدوا الطلب من عندك يوصلوا للdestination وبيرجع الربلاين من destination يرجعوا ليك وهكذا البرتوكولات دي كتيرة جدا وسابق وكلمنا عليها قبل كده لكن احنا هنا عندنا بروتوكولات خاصة بالaddressing او بروتوكولات خاصة بالعنوين ده وطبعا على رأسوهم بروتوكول اسمه ال dhcb طيب ال dhcb احنا اتكلمنا عليه في محاضرة من المحاضرات اللي فاتت المحاضرات الاخيرة لكن مفيش مانع هنا نعيد عليه تاني سريعا كده بشكل نظر طبعا زي ما احنا عارفين في كل الشبكات انت كبيسي او كإند بوينت عشان تدخل جوا الشبكة وتبتلي تتواصل مع الناس اللي معك في النيتورك انت محتاج يكون ليه كعنوان انت فعلا ان كل اند بوينت بيكون ليه عنوانين عنوان اسمه ماك ادرس وده بيجي بايد دفولت اصلا على جهازك وفي عنوان تاني اسمه والاي بي ده انت اللي لازم بتاخده او ده بيتعملك ليه يعني انت كده كده لما بتفتح الجهاز بتاعك الصبح في الدوام كده كده عندك ماك ادرس لكن جهازك بيكون محتاج اي بي ادرس الاي بي ده ممكن تاخده بطريقتين يا اما تاخده بطريق استاتيك يعني انت بشكل مانوال بتدخل على جهازك تكتب الاي بي بتاعك او تاخده بشكل اوتوماتيكي او بنسميه دايناميك ان يكون في حد مسؤول عن توزيع الاي بي هات ليه طيب هنا السؤال انا امتى ااخد الاي بي ادرس بتاعي استاتيك وامتى اخده داينامي هو في الغالب الاجهزة بتاعت الشبكات او الاجهزة بتاعت الانفراستراكشر زي الروترات الفايرول السويتشات وفي بعض السيرفرات دي بنبقى احنا محتاجين نعرف عنوانها على طول بدون ما عنوانها يتغير فعنا عشان كده بنعملها بشكل مانوال يعني في شبكة فيها اجهزة شبكات المفروض قبل اي شيء ادخل على كل جهاز من اجهزة الشبكات اعطيله استاتيك اي بي يعني اي بي سابت ده حيساعدني في الادارة بعد كده اعرف اوصل للجهاز ده في اي وقت ومن اي مكان عشان انا كده كده اعرف العنوان بتاعه انما الاجهزة زي اجهزة الورك ستيشن تاعة الكلاينت اللي بيدخل مسلا من الجوال بتاعه اللي بيدخل مسلا على شبكة ويرلس الزائر اللي جاي لك النهاردة جوه المؤسسة فعايز يشبك معك في النيتورك فانت مش هتتعبه وتقول له يلا ادخل اكتب الاي بي ادرس ده لأ احنا في المقابل من خليه ياخد بشكل دايناميك او اوتوماتيك فدايما الادرسنج الاوتوماتيك للورك ستيشنز للاجهزة اللي بتدخل وبتخرج باستمرار انما دايما الستاتيك او المانوال للاجهزة السابتة عندنا يبقى انا بالنسبالي دايما الدي اتشي بي او الديناميك بشكل عام مع الاجهزة وورك ستيشن وحتى هتلاقيه منتشر اكتر مع الواي فاي لو فيه هنا شبكة اكسس بوينت بتوزع اسم شبكة معينة اس اس اي دي فاي حد بيروح يرقط اسم الشبكة او بيضط على اسم الشبكة تتلاقي عمل كوننكتد فده معناها ان الشبكة بتعطي الادرسنج بشكل دايناميك طيب فيه عندنا بروتوكول هو المسؤول عن الديناميك ادرسنج يعني لو انت قلت مانوال معناها ان انت بتدخل بنفسك على جهازك تكتب الاي بي طب لو فيه قلنا اوتوماتيك فيه بروتوكول هو اللي بيعمل الكلام ده لو انا عايز اوريك كده ازاي اكتب الاي بي ادرس بتاعي بشكل مانوال فطبعا انا بروح على جهازي على الكل وبروح على الادرسنج ودور علها انما في عند هنا اختصار في الويندوز start فتحت انا قيمة start كتبت فيها كده cpa.cpl الاختصار ده كده على طول هيقدر يفتح لي الشاشة بتاعت الشبكات اللي هي الا مكان اللي بكتب فيه الشبكات على طول. طب لو انت مش عايز تعرف في الاختصار فيه عندك لفة طويلة بتعملها بتروح على control بالي بتروح على program. وتختار منها برضو هتفتح لك نفس الشاشة. انا مثلا عندي هنا كارت الواي فاي بتاعي ده اللي انا وصل بي دلوقتي على الانترنت جايب لي دلوقتي دي كروت الشبكة اللي عندي على جهازي لكن انا دلوقتي وصل بواي فاي حتى جايب لي قدامه كده في انترنت اكسز عليه وجايب لي هنا كمان ده اسم الاس اس اي دي اللي انا شبك فيها واي فاي طيب انا ورحت على كارت الشبكة بتاعي ده عملت ضغطة واحدة عليه باليسار رحت هنا على details اشوف هنا دلوقتي انا واخد IP address بشكل automatic ولا ماني ولا لما دخلت على كارت الشبكة بتاعي جايب لي هنا كارت الشبكة اسمه ايه او الشركة المصنعة دي جايب لي بعد كده الماك ادرس بتاعه وفي هنا خيار قدامه اسمه dhcp enabled مكتوب قدامه no معناها معناها ان الجهاز بتاعي ده مش واخد IP address automatic لكن واخد IP address بشكل manual والدليل هتتلاقى من عندك اول IP version 4 لحد DNS كل دي العنوين اللي انا معطيها للجهازي بشكل static يعني انا اعطي كل ده بشكل static للجهاز بتاعي اعطتها ازاي او اعطتها منين لو انا روحت هنا على جهازي اهو دخلت هنا على برو بيرتز او خصائص دخلت هنا على tcp ip version 4 double click هتلاقيني هنا انا كاتب الايب هات دي بنفسي اهو دي بشكل manual كده طب لو انا عايزة اخلي الجهاز بتاعي اخد IP automaticي بسيطة حاجة على الخيار الاسمه obtain an IP address automatically وهنا obtain DNS automatically بعمل اوكي بعمل اوكي ساعتها هنا كارت الشبكة بتاعي ده حيطفو ويشتغل تاني ولو روحت هنا على details هتلاقي هنا قال لي اهو اخد IP address لوحده بقى IP 101 وقام كتب لي هنا dhp enabled yes يعني هنا اخد عنوان اهو وكمان قال لي انا اخدت العنوان ده امتا ده تاريخ النهاردة قال انا اخدت العنوان ده من السيرفر اللي بيوزع عنوين يوم نوفمبر عشرين 2021 الساعة واحدة ونص وخمسة والIP address ده حيفضل معاك لمدة يوم حينتهي يوم 21 نوفمبر ايه ده هو انت لما تعطي له IP address بشكل dynamic الIP address ده مش بيفضل معايا خالص لا بيكون ليه حاجة اسمها expiration date فانت هنا اول ما بتاخد الIP address ده بشكل اوتوماتيكي بيقولك انت اخدته امتا والIP address ده بيفضل معاك لمدة قد ايه فبيدفولت هنا كاتب لي ان هو موجود لمدة 24 ساعة معي طب لو عدت ال24 ساعة وانا اجهازي لسه شغال وواخد العنوان ده عادي جدا حيفضل مخلي الIP معاك طب مين اللي حيفضل مخلي ومن اللي بيوزع سيرفر عندنا بنسمي ده سيرفر ده السيرفر شغل عليه بروتوكول ده سيرفر هو المسؤول عن توزيع العنوين للشبكة طيب انا مش عايز ده سيرفر عادي جدا حاضغط هنا على close هروح هنا على properties هروح تاني على الIP version 4 وهبتدي اكتب هنا الIP ادرس اللي انا عايزه يعني اكتب هنا مثلا الشبكة بتاعتي اهي 192 168 43 اعطي النفسي مثلا اي بي ستين طبعا التسميات بتاعت الشبكة اش معنى العنوان ده تحديدا ده جزء بقى انت بدلسه في كورسات الشبكات زي كورس النيتورك بلاس او السي سي ان ايه بيعرفك بالزبط اش معنى العنوان بيبدأ بالرقم ده العنوان ده طبعا بيكون اسمه برايفت اي بي ادرس ده خاص بالشبكة بتاعت بس الداخلية فيه عنوين تانية بتكون بابلت التأسيمة بتاعت الشبكات وتوزيعها ومين ياخد انهي عنوان القصة بتاعت النيتورك انجينير اللي بيشتغل اصلا بقى في الشبكات وهو اللي بيوزع الاي بهاد ده انت ازا سيكيوريتي انجينير مش تكون انتراريسي بالموضوع ده فانا دلوقتي لما رجعت تانية كتبت بشكل مانوال جي هنا اقال لي على الديش بي انيبل ده قال لي نو وبدأ يظهر لي الاي بي ادرس بتاعي اللي انا كانت طيب يبقى نرجع تاني هنا انا دلوقتي اما اخد الادرس بتاعي بشكل مانوال او اخده بشكل اوتوماتيكي عشان اخده بشكل اوتوماتيكي فيه بروتوكول لازم يكون شغال وهو المسؤول عن التوزيع العنوين بشكل اوتوماتيكي البرتوكول ده اسمه ديناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول اهوب يقول لي بروفايز ان اوتوماتيك ميسود فور نيتورك ادرس اللوكيشن يبقى انا هنا لو في شبكة ادي البي سي بتاعي الشبكة دي انا واصل هنا على سويتش هنا في سيرفر شغال والسيرفر ده متفعل عليه ببروتوكول الدي اتشي بي واتعمله الاعدادات بالزبط وقال له يا دي اتشي بي حتبتلي توزع ايبهات لمنه فانا الجهاز بتاعي في الدوم الصبح اول ما فتحت الجهاز بتاعي في طلبة بعد كده من جهازي اسمه دي اتشي بي بروتكاست ودي عبارة عن ميسج ببعتها لكل الناس اللي في النتورك بسألهم بقول لهم يا جماعة مين فيكم اللي بيدرس الايبهات يرسل للايبهات فالمسج بتاعتي ليه حتروح للدي اتشي بي سيرفر الدي اتشي بي سيرفر هيسمعها ويبتلي هو يعطي لي اللوكيات لادرس هو اللي يقول لي تفضل ده ادرس ليك اهو وده احنا كنا شوفنا عليه لاب لما كنا بنخلص هنا الجزء بتاع اللابات عندنا كان فيه عندنا هنا لاب كان خاص بالدي اتشي بي كان هنا في اللاب بتاع النيتورك ديزاين كنا شوفنا ازاي الدي اتشي بي اصلا بيوزع ايبهات كان لاب تلاتاشر كان فيه حتة كده على الدي اتشي بي وان احنا عملنا له داخل السيرفر طيب الدي اتشي بي بروتوكول عرفنا مهمته وعرفنا ان هو المسؤول عن توزيع العنوين داخل الشبكة طيب ايه هي المشاكل او الاتاكس اللي بتتم على الدي اتشي بي فيه عندنا كزا اتاك ممكن يتموا على الدي اتشي بي اولا فيه عندنا اتاك اسمه دي اتشي بي سبوفنج دي اتشي بي سبوفنج او بتساوي كده كلمة عندنا اسمها روج دي اتشي بي معناها تزييف الدي اتشي بي او الدي اتشي بي المزيف من اسمها انا هنا البي سي بتاعي وصلت في النيتورك وبدأت ابعت رسالة يا جماعة انا عايز رسالة انا عايز عنوان عايز اخد عنوان عشان ادخل الشبكة فالمفروض المسج بتاعتي تتبعت للدي اتشي بي سيرفر الحقيقي صح لكن اللي حصل ان كان في جهاز معاك في النيتورك ده جهاز الاتاكر عمل نفسه كانه هو الدي اتشي بي سيرفر وانت اول ما بعدت الطلب بتاعك بتقول انا عايز يا جماعة عنوان الاتاكر رد عليك قالك تفضل العنوان اهو وانا الدي اتشي بي سيرفر ايه ده يعني الاتاكر انتحل شخصية الدي اتشي بي سيرفر الحقيقي وبدأ يعطيلك ايبهات خاطئة فده عمل ايه ده سببلك في الدوس حرمان من الخدمة انت داخل الشبكة وبتسأل بتقول يا جماعة مين فيكم اسمه احمد سلطان انا جاي النهاردة عشان اخد الكورس ففي واحد انت عمرك ما شفته قبل كده قالك انا احمد سلطان والنهاردة اجازة النهاردة مفيش كورس مفيش دورة النهاردة فقمت انت صدقت الكلام وروحت او مشيت في حين ان احمد سلطان الحقيقي كان جوه شغال وبيعت الدورة جوه وانت دلوقتي اتحرمت من حضور الدورة فده هنا بيستغلها الروك دي اتشي بي او بنسميه دي اتشي بي سبوفنج بينتحل او بيستغل ان انت ككلينت ما شفتش الدي اتشي بي سيرفر قبل كده ولا عارف شكله ايه فانت روحت تسأل بس يا جماعة مين فيكم الدي اتشي بي ففي واحد محتال او اللي هو الاتكر انتحر شخصية الدي اتشي بي وبدأ يقنعك ان هو دي اتشي بي طيب الاتاك التاني اللي بيتم عندنا على الدي اتشي بي بنسميه دي اتشي بي ستارفاشن مجاعة الدي اتشي بي وبرده ده بيسبب دوس اتاك طب ازاي الدي اتشي بي ستارفاشن بيتم اهو انا الجهاز بتاعي استيل انا الكلينت واصل هنا في نيتورك فيها سويتش في عندي هنا الدي اتشي بي سيرفر الحقيقي وفي هنا جهاز الاتاكر اوكي اللي حصل انه انا كاحمد قبل ما ابعت طلب اقول يا جماعة انا عايز عنوان وابعت الطلب ده لدي اتشي بي سيرفر لأ انت عندك بقى الاتاكر حيفضل يرسل هو طلبات دي اتشي بي ريكوست للدي اتشي بي سيرفر الاتاكر بعت من نفسه الدي اتشي بي سيرفر قال له يا دي اتشي بي سيرفر انا عايز اي بي فالدي اتشي بي سيرفر اعطى لك اي بي كمان شوية الاتاكر انبعت طلب جديد يا دي اتشي بي سيرفر انا عايز اي بي اما اعطت لك IP بعدها بعت يا dhcp سيرفر انا عايز IP بعتلك فانا كاتكر حفظل اعمل الكلام ده مع ال dhcp سيرفر لحد ما اخلص كل الائبهات المتاح عشان ال dhcp سيرفر لما بيجي بيرسل ايبهات بيكون عنده عدد معين من العناوين يوزعها هو dhcp سيرفر ده بيجيب العناوين من اين انا كادمنستريتور بكون محدد له قيل له يا DHCP سيرفر انا عايزك توزدع لي الميت عنوان دول ففي واحد جه استهلك هو الميت عنوان قاعد يبعد طلبات 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 وال DHCP سيرفر بيحسب ان كل طلب جاي من الاتكر كأنه طلب من جهاز جديد فاللي حصل ايه الاتكر انهى كل الايبهات اللي عندي DHCP سيرفر خلصها فلما يجي احمد يبعد لدي DHCP سيرفر من فضلك انا عايز عنوان فدي DHCP سيرفر يقول لك ايه والله ما عادش عندي عنوان فانا مش هعارف اعطلك عنوان عشان ما عنديش ده سبب ان احمد دلوقتي حصل له حرمان من دخول الشبكة عشان تدخل على الشبكة وتبتدي ترسل باكتس او داتا للاجهزة التانية انت محتاج يكون عندك اي بي طب انت دلوقتي ما اخدتش اي بي خلص انت كده عملك حرمان يا هنا بقى بييجي دور الاتاكر التاني الاتاكر بقى ممكن يجي يعمل لك كأنه حمل وديع يقول لك يا احمد انت عايز اي بي اتفضل خد اي بي اهو خد عنوان والعنوان اللي اعطاه لك الاتاكر ده يكون عنوان مزيف او عنوان يسمح له ان هو يشوف الترافيك بتاعك يعني هنا ممكن في الديش سبي ستارفشن او مجاعة الديش سبي الاتاكر بيعمل تو اتاكس مع بعض بيخلص الايبهات اللي عندي الديش سبي سيرفر بيعمل نفسه كأنه ديش سبي سيرفر وهمي ويبتده هو يعرض عليك ايبهات النوع ده من الاتاكر مشهور قوي داخل السويتشات او داخل الشبكات المحلية طب ايه هو الحل او السليوشن بتاع الاتاكر بتاعت الديش سبي في عندنا سليوشن وهو سيرفز او فيتشار خاصية كده بنفعلها على السويتشات بنسميها ديش سبي سنوبينج ومنطق البساطة يعني ايه سنوبينج؟ قدي الجهاز بتاعي اهو عشان انا اروح للسيرفر بتاع الديش سبي كنتنا روح تروح عن طريق السويتش وهنا السويتش برضو موجود عليه الاتاكر هو الموضوع بتاع الاتاكر حصلت بسابقه ان الاتاكر قاعد بيرسل هو طلبات للجهاز بتاعي وقاعد كمان بيرسل طلبات للسيرفر وبيضحك عليه فالخاصية بتاع تديش سبي سنوبينج احنا بنفعلها على السويتش نقول له يا سويتش من فضلك كل بورت عندك او كل منفذ عندك من المنافذ اعرف له بالزبط ايه هو الماك ادرس اللي عليه وخلي بالك يا سويتش كل جهاز يجي يطلع سجل الاي بي ادرس بتاعه بمعنى ان السويتش هيكون عنده جدول الجدول ده في الماك ادرس والاي بي ادرس بتاع كل جهاز على كل منفذ عنده السويتش لو اتلاقى ان نفس المنفذ اللي اخد ايبهات قبل كده بيبعت عشان ياخد اي بي تاني يقوم منعك يقولك ممنوع فكده السويتش منع الاستارفاشن هو الاستارفاشن حصل بسبب ان الاتاكر اخد اي بي لكن قعب بياخد كمان وكمان وكمان لا السويتش هيقولك استنى استنى انت رايح فين انت اخدت اي بي بالفعل ممنوعا تاخد اي بي جديد فكده منعنا الاستارفاشن الحاجة التانية لو السويتش اكتشف ان فيه واحد كده بيطلع على النتورك بيقول يا جماعة انا ده بي سيرفر فالسويتش يقولك استنى استنى ممنوع انت ازاي ده بي سيرفر وفيه عند هنا ده بي سيرفر حقيقي انت كده يبقى انت مزي فالdhcp snoping هي عبارة عن feature on switch بتعمل mitigate للروج dhcp وكمان لو كملنا عددات فيها بنمنع كمان mitigate للإسترفيشن dhcp طبعا الكلام دي احنا ممكن نفعله فين؟ بنفعل dhcp server يا اما بيكون عندي server اصلا بتاع مايكروسوفت عن طريق السيرفز اللي اسمها active directory نعرف نفعل dhcp وبرضو شفناها في اللاب رقم 13 اللاب رقم 13 بتاع النيتورك ديزاين كان عندنا فيه task او فيه جزء من التاسك بتاع اللاب ان احنا نشغل dhcp ونخليه يرسل ايبهات الكلام ده بالتفصيل لو انا عايز اعمل الخاصية بتاعت ال dhcp snoping اعملها بايدي او لو انا عايز انفذ الاتاك وفي نفس الوقت عايز انفذ الميتجيشن او الحل بتاعه الكلام ده هتشوفه في كرصات النيتورك سيكيوريتي كرصات النيتورك سيكيوريتي بتعرفك ايه هي الحماية اللي انت تعملها على السويتشات او على الفايرولز وهكذا فانت عندك نيتورك سيكيوريتي كورسز حاليا زي كورس السي سي ان بي سيكيوريتي من سيسكو بيعلمك الكلام ده وحتى كان فيه كورس بتاع السي سي ان ايه اللي هو اخر اصدار من السي سي سي ان ايه الجديدة اللي طلعت في سنة عشرين عشرين السي سي سي ان ايه الجديدة هي برضو بتعرفك بايزيك عن ال dhcp snoping فال dhcp snoping مش مطلوبة منك انت كسيكيوريتي اناليست او سيكيوريتي انجينير مطلوبة من قسم الشبكات انت في قسم ال information security او قسم الامن السيبراني انما الناس بتاعوا قسم الشبكات هما اللي بيعملوا دي لكن انت حاليا وجبك ان انت تكون عارف يعني ايه dhcp attack ويعني ايه dhcp snoping بشكل عام انما كشكل عملي لأ انت غير مطالب بي يبقى تعرفنا دلوقتي على بروتوكول dhcp عارفنا بيشتغل ازاي عارفنا كمان ايه ال attacks اللي ممكن تتم عليك تاني بروتوكول عندنا في المحاضرة بتاعتنا هو بروتوكول dns dns اختصاره domain name system برضو سبق واتكلمنا عليه قبل كده لكن مفيش مانع نعمله refresh dns من اسمه domain name system ده عبارة عن بروتوكول مهمته ان هو بيربط ال fully qualified domain name باسم بال ip address ال fully qualified domain name اللي هي اختصارها كده fqdn اللي هي ال domain اللي هي اسم الموقع بشكل عام فانت كان زمان لما تيجي تكتب ip او عايز تفتح موقع مهين كان لازم تكون عارف ال ip address بتاعه فانت بالنسبة لك كانسان صعب ان انت تحفظ ال ip address بتاع كل المواقع عشان كده طلع في dns بروتوكول بنفعله على dns سيرفر هو اللي بيكون مخزن جواه كل المواقع بالعنوين بتاعته يعني نقدر نقول عليه على dns هو عبارة عن distributed database system بيحتوي على ال information عن ال domains وال ip address بتاعته كميسات لو انا قدامي هنا الصبورة عندي هنا بي سي ال بي سي ده واصل هنا سي كده على طول نقول واصل على شبكة الانترنت طبعا في هنا بسويتشات وراوترات وهكذا اوكي وفي هنا فيسبوك ويب سيرفر ده السيرفر بتاع فيسبوك ودي شبكة الانترنت وفي هنا بيكون dns سيرفر طيب انا كبيسي عشان افتح الموقع بتاع فيسبوك دوت كوم فيسبوك دوت كوم او فيسبوك سيرفر الادرس بتاعها 1 2 3 4 ده الادرس بتاعه انا كبيسي عشان افتح فيسبوك دوت كوم لازم اكون اعارف العنوان بتاعه يعني انا هنا كبيسي لو رأت فتحت كده متصفح الكروم عندي وكتبت كده 1 2 3 4 على طول الطلب بتاعه حيروح لفيسبوك وفيسبوك حيرد عليك هتلاقي المحتوى ظهر قدامك وده اللي كان بيحصل زمان ان انت بتكون عارف فقط العنوان بتاع الموقع ما تعرفش تفتح الموقع باسمه بس انت دلوقتي هتحفظ الاي بي ادرس بتاع فيسبوك ولا ياهو دوت كوم ولا جوجل ولا تويتر الموضوع حيبقى صعب لحد ما اطلع الاختراع اللي هو قالك ايه قالك يا كلاينت عايز تفتح موقع اكتب هنا في الاول كده طبعا برتكول اتش تي بي او اتش تي بي اس اكتب اسم الموقع هنا فيسبوك دوت كوم واضغط انتر طب الطلب دلوقتي هيطلع من جهازك هو عشان يروح لفيسبوك دوت كوم محتاج يكون عارف العنوان بتاعه فالمتصفح بتاعك اللي هو جوجل كروم هتلاقى عب يفكر شوية كده يقولك هو فين فيسبوك دوت كوم قول لي كده موجود في انهي دولة قول لي موجود في انهي عنوان هنا بتيجي مهمة الDNS في حالة لو انت بتفتح موقع بالاسم بتاعه فاول ريكوست بيطلع من جهازك بيكون اسمه الDNS ريكوست الDNS ريكوست بيطلع من الجهاز بتاعك بيروح للDNS سيرفر موجود على الانترنت او ممكن يكون الDNS سيرفر ده موجود داخل الشبكة اللي عندك فمثلا في من اشهر الDNS سيرفر اللي انت بتروح تسق عليها على المواقع هو الDNS سيرفر اللي رقمه 8888 ده بتاع جوجل شركة جوجل عندها الDNS سيرفر موجود بابلك على الانترنت اي حد يروح لها طب الDNS سيرفر ده بيحتوي على ايه لما رحت له كده بيحتوي على جدول كتب لك هنا في الIP سوري كتب لك هنا الدومين والIP بتاعه فانا لما رحت هنا للDNS سيرفر قلت له الDNS من فضلك شوف لي كده فيسبوك الIP بتاعه كام facebook.com فهنا فيسبوك.com كان متسجل جوا الDNS سيرفر ان الIP ادرس بتاعه 1234 فحتلقى الDNS سيرفر امراض على الريكوست بتاعك قالك اهو تفضل يا بي سي الموقع اللي انت عايز تفتحه الIP بتاعه 1234 فاوتوماتيك هتتلاقى بعد كده البي سي بتاعك امراض على طول 1234 بناء على مين على توصية من الDNS ستتلاقى 1234 رد عليك وانفتح قدامك اهو احفظ السيرفرات دي كلها ازاي الموضوع الصعب بالنسبة لي خلاص ما تحفظش في بروتوكول اسمه DNS شغال على DNS سيرفر هو اللي مسئول انه هو يقولك العنوان ايه انت تبعط له طلب تقوله شوف لي العنوان بتاع الموقع ده هو يرد عليك بالعنوان بتاع الموقع يعني معنى كلامي ان الDNS سيرفر لازم يكون بيحتوي على كل المواقع عشان يعرف يرد على الطلب بتاعك فانا كابيسي مش هحفظ ايبهات كل مرة عايز افتح ويبسايد جديد ابعت الريكوست لدي الناس بقول له يا دي الناس يشوف بتاعه كام هو هيرد علي بالعنوان وانا على طول هروح للعنوان ده حلوة كده دي فايدة الDNS طيب خلينا كي نرجع على الصبر نرجع من الصبر اهو يبقى دلوقتي هنا بيعرفني ان هو بتحتوي على خاصة بالدومين طيب الانفورميشن اللي موجودة ديت هل موجودة في سيرفر واحد لا بتكون موجودة في ميني نيم سيرفر يعني انت بدل ما بتروح لسيرفر واحد كل مرة تسأله افرض السيرفر ده واقع او حصل له مشكلة لا حتتلاقي فيه سيرفرات تانية زيه بتاعمل نفس المهم بتاعته بالزبط ادي الناس سيرفر لما انت بتبعط له الريكوست بتاعك بتبعطه له على منفز رقم تلاتة وخمسين يعني هنا في الصورة انا لما بعدت الريكوست بتاعي هنا للدينس سيرفر اوكي كان فيه هنا منفز رقم تلاتة وخمسين مفتوح يعني حتى لو انا عملت سكاننج جوة النيتورك بتاعتي باداة زي الانماب وتلقيت ان فيه جهاز من الاجهزة عنده منفز تلاتة وخمسين مفتوح افهم على طول ان الجهاز ده عبارة عن دينس سيرفر وهو المسؤول عن ترجمة العنوية حلوة او الديينس زي الديتي سبي برضو بحصل عليه بعض الهجمات او بعض الاتاكس الاتاكس بتاعت الديينس كلها ممكن نختصرها في كلمة دينس بويزونينج تسميم الديينس الديينس بويزونينج هو الاتاك الرئيسي اللي بيحصل على الديينس سيرفر او الديينس بروتوكول طيب يعني ايه بويزونينج بويزونينج يعني تسميم واحد بيسممك انت مثلا جاي تاكل اكلة وما تعرفش ان الاكلة ديت فيها السم فانت بتاكل الاكلة بشكل طبيعي لكن فعلا كانت مسمومة فده هيقصر عليك طيب ادي النس بويزونينج عشان يتنفذ ممكن يتنفذ باكتر من طريقة اولها طريقة اسمها من انزا ميدل طيب خلينا كلا نشوف ازاي المان انزا ميدل ممكن تتم تخيل دلوقتي اهو نجيب هنا صبورة نضيفة ادى عندي هنا البي سي بتاعي اهو او ده الكلاينت ادي هنا شبكة الانترنت وعندي هنا ده الفيسبوك سيرفر فيسبوك اللي هو الاي بي ادرس بتاعي وان تو سري فور وفيه عندي هنا ادي دي انس سيرفر اعرفنا ان هو بيحتوي على المواقع والعنوين وانا كنت اطلع من هنا على الشبكة كنت اطلع عن طريق السويتش اوكي السويتش ده كان فيه هنا جهاز معي في النيتورك يرجي هزي الاتاكر اهو طيب يعني ايه دينيس بويزونينك يعني انا كبيسي لما جيت ابعد طلب من عندي كده يروح للدينيس سيرفر الطلب ده انا كنت بابس اقال فيه مثلا عن عنوان معيض الراجل اللي موجود معاك هنا في النيتورك معاك على نفس السويتش عارف يشوف الطلب بتاعك وهو رايح فيقدر يسمم او يغير في الطلب ده المال انت زي ميدر احنا سابق وتكلمنا عليه قبل كده معناها رجل في المنتصف ان انت فيه اتنين بيتكلموا بعض البي سي والدينيس سيرفر بيكلموا بعض والاتاكر في النص هو تشايف كلامكم فشايف الريكوست بتاعك وهو رايح وكمان شايف الربلاي وهو راجح فهنا الشخص اللي موجود في المنتصف اللي هو الاتاكر قادر ان هو يغير في الريكوست وهو رايح او يغير في الربلاي وهو راجح بحيث يعطي للبي سي ده ريكورد خاطئ فمثلا انت كنت بتبحث عن فيسبوك دوت كوم اوكي قلت له هنا يا دينيس شوف لي فيسبوك دوت كوم فالدينيس قالك فيسبوك دوت كوم موجود على وان تو سري فور لأ المعلومة دي اتمن اللي شافها الاتاكر والاتاكر اعترض الرد اللي كان راجع من الدينيس السيرفر وقفه عنده وقام هو راضد ليك بالنيابة عن الدينيس سيرفر وبيقول لك يا بيسي فيسبوك دوت كوم موجود على اربعة خمسة ستة سبعة فانت دلوقتي يا بيسي هتروح للعنوانة اربعة خمسة ستة سبعة وانت فاكر ان انت رايح لفيسبوك الحقيقي فده المانينزا ميدل اهو بيقول لي استريت اكتر او اللي هو الاتاكر يعني لو ليه اكسيز تو زا سيم لوكال نيتورك طبعا المانينزا ميدل الاتاكر عشان يتم لازم يكون معك في نفس اللان او في نفس الشبكة الداخلية اهو الاتاكر ممكن يستخدم الارب بويزنينج عشان يعمل امبرسونيت او ينتحل شخصية الدينيس السيرفر الحقيقي وهو اللي بيعمل لك رسبوند للميسج دي طيب في عندنا الاتاك التاني طبعا هتشوفه برضو بالتفصيل في كورسات النيتورك سيكيوريتي ازاي ممكن اعمل الاتاك ده وازاي ممكن اوقفه عندي الديلنس بويزنينج ممكن يتم بطريقة اخرى وهو اسمها الديلنس كلاينت كاش بويزنينج الديلنس كلاينت كاش بويزنينج ده تاني اتاك ممكن يتم على ديلنس بروتوكول هنا بيفاهمه لك ان كان فيه زمان قبل ما يخترعوا الديلنس في التمانينات كان اي حد عشان يفتح اي موقع لازم بتكتبه بالاي بي ادرس بتاعه او كان فيه طريقة اخرى ان انت بيكون على جهازك في ملف تيكست اسمه هوست ملف تيكست اسمه هوست ده بيحتوي على الاسم والاي بي بتاع كل موقع يعني لو جيني هنا على الصبورة تاني انا دلوقتي هفترض ان مفيش كان عندنا لسه دي ان اس سيرفر فالجهاز بتاعه هوات عشان كان يروح لأي موقع زي مثلا موقع فيسبوك انا دلوقتي قدامي حل من حلين ده اللي هو وان تو سري فور انا كبيسي يا اما اكون حافظ عنوان فيسبوك اروح له على طول يعني اكتف المتصفح بتاعي العنوان وان تو سري فور واروح او الحل التاني ان انا يكون عندي جهاز بتاعي ملف اسمه هوستس ملف الاسم هوستس ده بيحتوي على النام والاي بي بتاع كل موقع انت عايز تروح له يعني الهوستس فايل ده كأنه انت عندك ده ان اس داخلي جهازك فانا كبيسي بيكون عندي ملف هوستس وانا اللي بعدله بايدي يعني بقول مثلا انا في موقع اسمه فيسبوك دوت كوم الاي بي بتاعه وان تو سري فور والموقع اللي اسمه تويتر دوت كوم الاي بي ادرس بتاعه فور فايف سكس سبه فالجهاز بتاعي كل مرة انا جاي افتح اي موقع في المتصفح ادي جوجل كروم اهو كتبت في جوجل كروم فيسبوك دوت كوم فالجهاز بتاعي اوتوماتيك بيعمل ايه الجهاز بتاعي حيروح يبص جوا الفايل اللي اسم هو هوستس اللي موجود على جهازي يدور على فيسبوك دوت كوم يجيب العنوان بتاعه وبعد كده يقوم باعت العنوان يعني الحوستس فيل ده كأنو كأنو هو ايديني اس اللوول بتاعك حلو اوي افرد اناacc 나 عندي في الهوستس فيل و في نفس الوقت عندي على الانترنت فيه دي اني اس احنا قلنا لو ما كانتش فيه عندي دي اني اس الحل بالنسبة لك ان انت تفتح الموقع بعنوانه direct او بتبص في الهوستس فايل اللي موجود على جهازك. طيب افرد انا عندي اللي اتنين. يعني عندي هوستس فايل وعندي DNS سيرفر. انا هاعتمد على مين? برضو الجهاز بتاعك اولا حيروح يبص في الهوستس فايل على اللي مكتوب فيه. وبعد كده حيروح يبص على الدينس سيرفر في حالة لو ما تلاقاش العنوان في الهوستس فايل. طيب ايه علاقة الكلام ده بالاتاك. الاتاك اللي اسمه DNS Client Cache Poisoning معناها هنا ان الاتاكر يعرف يوصل للهوستس فايل اللي موجود على جهازك ويبتلي يلعب لك في العنوين. يعني الاتاكر لو عرف بطريقة ما ان هو يدخل على جهازك او يبعط لك ميلوير هو اللي يغير الكلام ده. هيبعط لك ميلوير يدخل على الهوستس فايل في جهازك. وانت مثلا في جهازك مشسجل ان فيسبوك.com على 1 2 3 4. لا الاتاكر هيبعط لك ميلوير يغير لك العنوان ده. يخليه مثلا سبعة تمانية تسعة عشر. ده طبعا عنوان فيك او عنوان واهمي. مين اللي عمل الكلام ده الاتاكر? فالاتاكر عارف ان انت كل مرة بتفتح اي موقع بتروح تبص على الهوستس فايل اللي على جهازك. هو راح على الهوستس فايل على جهازك ولعب فيه. فانت دلوقتي كيوزر كل مرة جايي تفتح فيسبوك.com انت بتصدق اللي موجود في الهوستس فايل وبتفتحه. فتكتشف ان انت حصل لك دوس. حصل لك حرمان من التصفح. عشان انت روحت العنوان مش موجود. او روحت العنوان مش مزبوط. طيب فين مكان الهوستس فايل ده على الجهاز بتاعي? لو انت في نظام تشغيل لينكس او يونيكس. فالمكان بتاع الهوستس فايل هتلاقيه موجود في المسار ده. سلاش اتي سي سلاش هوستس. انما لو انت في نظام تشغيل ويندوز فحتتلاقيه موجود تحت السيستم روت اللي هو بس عن بارتشان السي او بارتشان الدي. البرتشان اللي انت بنزل عليه الويندوز. بعد كلا هتلاقيه موجود في فولدر اسمه سيستم اتنين وتراتين في درايفرز اي تي سي هوستس. ده المسار اللي موجود في الدي ان اس ريكورد في جهاز. طبعا انت عشان تعمل ايدت في الهوستس فايل انت محتاج تكون على الويندوز او محتاج تكون روت على الانكس يعني مش اي حد كده معدي من الشرع يروح يلعب في الدي ان اس ريكورد اللي ما تسجله في ال اصل سفايل لا لازم يكون روت بالفعل. يا ب단ي اتاك بيتم على الدي ان اس الاتاك الاول هو المناس ا Quốcوف الاتاك التاني اسمه الالاتاك الثاني اسمه دي ان اس كلان كانت الكاشبوزن. الاتاك التالت والاخير وهو اسمه دي ان اسس سيرفر كانت يه원 إيش Driven ان انت كبيسي اهو. عندي هنا الانترنت. عندي هنا السيرفر. ده للمرة الخامسة تقريبا. انا كجهاز لو ما فيش عندي هنا دينس هبص على الهوست. طيب لو في دينس هروح هنا على دينس اهو. ده دينس السيرفر. طيب. الاتاكر التالت اللي ممكن يتم على دينس ان الاتاكر يدخل جوا دينس السيرفر يغير في الارقام اللي فيها. يعني دينس سيرفر اتفقنا اهو. موجود هنا عندي برضو اسم الدومين. والاي بي ادرس بتاعه. دومين زي فيسبوك دوت كوم. الاي بي ادرس بتاعه وان تو ستري فور. لا الاتاكر ممكن لو عارف بطريقة ما انه هو يوصل للدينس سيرفر. هيدخل على المكان او المساحة اللي متخزن فيها الجدول. يمسح الاي بي ادرس الحقيقي بتاع فيسبوك. يكتب اي بي ادرس تاني اربعة خمسة ستة سبعة مثلا. فهو كده عمل بويزنينج بس عمل البيز اللي متخزنك جواه السيرفر نفسه. او احنا بنسميها الكاش يعني. زاكرة الكاش اللي متخزن فيها التيبول. يبقى هنا لو تلاحظ الفرق. كان عندي هنا في الدي انس كلاينت كاش بويزنينج. الاتاكر دخل لعب في الهوستس فايل اللي على الجهازك. الدي انس السيرفر كاش بويزنينج الاتاكر دخل لعب في الكاش اللي متسجل هناك على السيرفر نفسه. تاني الاتاكس ديت انت هتهتم بيها لو انت بنتريشن تستر او مختبر اختراك. ممكن تبتري تختارك الشبكة او المؤسسة باستخدام الاتاك دي. لو انت نيتوركي سيكيوريتي انجينير فانت هتعرف بالزبط ازاي ممكن توقفه. طيب ايه هو الحل النيتوركي انجينير زي بيعملوه? في عندنا خاصية اسمها الدي انس سيكيوريتي. الدي انس سيكيوريتي او بنختصرها كده بدي انس السيك. ده السيليوشن اللي بنوقف بيه الاتاكس بتاعت الدي انس. ده بيعمل ايه? عن طريق ان احنا بنستخدم في اثناء الارسال والاستلام. اي حد دلوقتي بيجي يرسل للدي انس سيرفر يقول له ايدي انس سيرفر خد ريكوست اهوة تبحث لي مسلا عن اسم موقع معين وهو يرد عليك. الموضوع ده كان زمان اي حد ممكن في النص هنا يلعب فيه يعمل ما ننزل ميدل او اي حد اتاكر ممكن يعمل نفسه دي انس سيرفر اصلا. هنا في الدي انس سيكيوريتي بيقول عبارة عن ده فيتشور لو انت عملت لها انيبل انت كده بتخلي كل واحد وببعط طلب للتاني يكون فيه بينهم انكريبشن. انا ببقى سنببعط لك بالبابليك بتاعي فانت بتفك وبعد كده بترد للاتصال. يعني يكون فيه في الاول ما بينهم وكمان بنستخدم البابليك وتحديدا السيجنيتشور. الديجيطال سيجنيتشور بيتم استخدامه هنا. المهم دي طريقة للوسوقية ما بين الكلاينت والسيرفر عشان الكلاينت يتاكد ان ده السيرفر الحقيقي وكمان عشان السيرفر يتاكد ان ده كلاينت حقيقي. فيبقى التاكس اللي فاتت تاعت الدي النس حلها دي النسي سيكيوريتي. الاتاكس بتاعت الديجي سي بي حلها الديجي سي بي سنوبي. اوكي. كل اللي فات ده في عليه لاب عندنا اللي هو لاب رقم ستاشر بعنوان سيكيور نيتورك ادرس انج سيرفرس لكن هنكمل المحاضرة عادي. واللاب ده هنشوفه محاضرة اللي واحده اللي هي هتكون المحاضرة الجاي. طيب. لو حبينا نكمل في الموديول بتاعنا خلصنا من النيتورك اوبريشن. عايزين دلوقتي ندخل في سيكيور ابليكيشن بروتوكول. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده انت عارف ان في عندك بعض البروتوكولات الاساسية اللي انت بتعمل بيها تصفح للشبكة بتاعتك. كمثال مثلا بروتوكول زي الاتش تي بي. بروتوكول الاتش تي بي هو الاساس او الفوينديشن بتاع الويب تكنولوجي. اي حد عايز يفتح موقع لازم تسبق اسم الموقع ببروتوكول الاسمه اتش تي بي. فالاتش تي بي هو البروتوكول الاساسي في تصفح المواقع. الاتش تي بي بيكون شغال هناك عند السيرفر على بورت تمانين. يعني الكلاينت بتاعي لما يجي يبعد طلب اتش تي بي لسيرفر لازم السيرفر هنا يكون عنده منفذ تمانين. الماسج بتاعته هي رايحة الاتش تي بي ريكوست والاتش تي بي بيكون لها حاجة اسمها فورومات. الفورومات ده اللي هي بتكون مكتوبة بلغات التاجنج زي الاتش تي ميل والسي اس اس وخلافة. طيب الاتش تي بي كبروتوكول كان في عيب وهو ان الترافك بتاع الاتش تي بي بيكون نان سي كيور. يعني اي حد بيرسل الترافك بالاتش تي بي اي حد تاني ممكن يشوفه. عشان كده تم اختراع بروتوكول اخر اسمه بروتوكول الاس اس ال ال بروتوكول الاس اس ال اللي عمله بشركة في التسعينات واللي احنا اختراعنا الاس اس ال عشان الاتش تي بي كوميونيكيشن ار نوت سي كيورد. يعني اي حد بيكلم سيرفر باستخدام الاتش تي بي. الترافك ده بيكون اي حد عامل لي ما ننزام ده اللي يشوفه او حتى اي حد في شبكة الانترنت يقدر يشوفه. بروتوكول الاس اس ال ال اختصاره سي كيور سوكيت لاير. ده بروتوكول مهمته ان احنا بنضيف بيه سي كيورتي للاتش تي بي. طبعا البرتوكول ده مؤخرا اتغير اسمه بقى اسمه تي ال اس. يعني الاس اس ال بقى اسمه تي ال اس. ترانسبورت لاير سي كيورتي. فحتى الان لو انت شوفت الاس اس ال ده. وواحد بيقول لك الاس اس ال هو التي ال اس ده كلامه صحيح. هو بس مجرد تغيير في التسمية. طيب هنعمل ايه بالاس اس ال او التي ال اس? هنضيفه على الاتش تي بي. يعني بدل ما انت كنت بتفتح اي موقع بالختب. لأ انت هذا الوقت هتفتحه بالختب اس. اس دي تستاند فور اس اس ال او تي ال اس. فعشان كده بقى عندنا برتوكول اسمه الاتش تي بي اس. يعني انا اقدر اقول لك كده ان الاتش تي بي زائد التي ال اس بيساوي الاتش تي بي اس. فالاتش تي بي اس هو هو الاتش تي بي. لكن باستخدام تصفح امن او احنا بنسمي الاتش تي بي سيكيور. طيب ايه القصة بتاعت الاتش تي بي سيكيور? الاتش تي بي اس والاس اس ال بدأوا يستخدموا حاجة اسمها وده اللي كلمنا عليها بالتفصيل الممل في المحاضرة رقم ستة. لما كنا خلصنا الكلام بتاع الكريبتو جرافي وبعد كنا اتكلمنا عن البابليك كي انفرستركشور وكمان شفنا اللابات اللي عليها. اتكلمنا عن البابليك كي انفرستركشور هي ايه? وكمان عرفنا هنا يعني ايه وعرفنا كمان القصة بتاعتها. السرتيفكت دي الطريقة عشان اعمل بيها وصوقية للموقع بتاعي. السرتيفكت بيتعمل لها توقيع باستخدام حاجة اسمها سرتيفكت اسوريتي. زي ما قلنا قبل كده. يعني الجهاز بتاعي هنا عشان اروح للسيرفر معين. السيرفر اسمه اكس دوت كوم. وانا ببعط الطلب بتاع الاكس دوت كوم. اكس دوت كوم بيرد علي بالسرتيفكت بتاعته اللي تثبت لي ان هو اكس دوت كوم. وكمان نتأكد لي ان السيشن بتاعتنا سيكيور. طب اكس دوت كوم. ازاي ازبت لي ان هو اكس دوت كوم? اكس دوت كوم كان بعت اللي جهاز اسمها السي ايه? كان بعت هنا شهادة من عنده. اتوقعت له وبعد كده ارسلها لي. الكلام ده بالتفصيل مشروح في المحاضرة. تاني اهود. في اللبات رقم ستة وسبعة اللبات. وكمان مشروح في الليسن رقم ستة. بالتفصيل المملك. طيب. يبقى التيل لس او لسس الاول ما بتشوفه تيجي على طول في راسك موضوع. فهنا عندي الاتش تي بي اس لما بيجي يشتغل بقى. يعني عندي هنا السيرفر. شغل عليه الاتش تي تي بي والاس اس ال. فتتلاقي فتح لك هنا منفز اربعة اربعة تلاتة. ولازم انت بتفتح الموقع ده باتش تي بي اس لازم تكتب كده فوق في العنوان اتش تي بي اس. طبعا كمان عشان تتاكد ان ده سيكيور هتتلاقي الايكون بتاعة البادلوك. هتتلاقي عندك في المتصفح فوق علامة الافل او علامة اللوك. كمثال مثلا لو انا روحت فتحت موقع هنا زي اكاديمية نيترايدرز. هتلاقي هنا فوق في اكاديمية نيترايدرز. في هنا علامة الافل. علامة اللوك ديت. الافل دي بتعرفني ان الموقع ده امن والموقع ده شغال اتش تي بي اس. اوكي. يبقى احنا شوفنا دلوقات برتيكول زي الاتش تي بي. وكمان برتيكول الاتش تي بي اس. طيب. استكمالا البرتيكولات في عندنا برتيكول تالت وهو اسمه الف تي بي. من اسمه اختصاره فايل ترانسيفير برتكول. وده عبارة عن برتكول بنفعله برضه على السيرفر. مهمته ان انا ككلاينت لو عايز انقل ملفات. يكون عندي سيرفر الف تي بي. عايز مثلا اعمل داونلود لملفات. عايز اعمل ابلود لملفات. الداولود والابلود انت ممكن تعملهم بالفعل مع الهتش تي بي سيرفر. لكن الهتش تي بي سيرفر هو مخصص ان هو يستعرض لك ملفات. لكن انت لو عايز سيرفر مخصوص للابلود والداونلود بس فيفضل الفتي بي. فالفتي بي مهمته ان انا بستخدمه للفايلز والدايركتوريز. هنا بدي لك هنا مسج بتقول لك او هنت ان اغلب الهتش تي بي سيرفرز ممكن تشغلها ازا الفتي بي. يعني طرف تعمل عليها ابلود وداونلود. لكن الفتي بي مخصص هنا بيقول لي اهو الفتي بي هو مور افشانت. ممكن يكون اكسر استخداما واكسر كفاءة من الهتش تي بي في الابلود والداونلود. لكن كان فيه عندنا مشكلة في الفتي بي وهو مفيش فيه اي سيكيوريتي ميكانيزم. يعني او انت بتعمل ابلود او الداونلود للملفات بتتنقل بشكل كلير تيكست. يعني اي حد ممكن يعملك ماننزميدل او يعملك سبوفينج. عشان كده احنا محتاجين حاجة توفر لي السيكيوريتي على الفتي بي. وده اللي ظهرت مع بروتكول اسمه الاس اف تي بي. الاس اف تي بي اختصار اس اس اتش اف تي بي. الاس اس اتش لسه هنتعرف عليه كمان شوية. لكن انا عايزك تعرفه عليه حاليا ان هو ده بروتكول امن للاتصال الريموت ليه. عشان حد يتواصل مع حد بشكل عن بعد. ففي عندك كزا خيار من ضمنهم بروتكول الاس اس اتش. فعندك ان الاس اس اتش ضفناه على الفتي بي فظهر عندنا اس اف تي بي. ده بيخليك ترسل الفتي بي كوماند. وتعرف تعمل ابلود ده ونلود. من غير ما تشيل هم ان حد يعملك ما ننزمي ده لقتاك. ليه? عشان فعليا قبل ما انت تروح لي الفتي بي سيرفر ده الفتي بي سيرفر اهو. عندك هنا بروتكول اس اس اتش بيتنشأ ما بينك وما بين الفتي بي سيرفر بيكون عامل زي ممر امن كده. الممر ده بنسميه الاس اس اتش طانل. ممر الاس اس اتش. وبعد ما بيتنشأ بيبتلي الترافيك بتاع الفتي بي بيدخل جوا الممر ده من جهازك للفتي بي سيرفر. يعني هو ستل الفتي بي بينقل بشكل كلير. لكن حاليا بقى بينقله جوه الطانل بتاعة الاس اس اتش. فلو فيه حد جي من بره حاول يكسر الطانل ديت او يدخل جواها ويشوف الترافيك مش هيعرفه. عشان الطانل ديت بتكون انكريبتد بمفاتيح البابليك كي زي الار اس ايه مصري. طيب. يبقى دلوقتي كمان خلصنا الجزء بتاع البروتكولات اللي احنا عايزين نعمل لها سيكيور. يبقى عندك اتش تبي استخدم بدلو اتش تبي اس الاف تبي استخدم مكانه الاف تبي اللي هو الاس اس اتش اف تبي. الجزء ده ما فيش عليه لبات. خلينا نتنقل للجزء الاخير من الموديول ده وهو بعنوان السيكيور ريموت اكسيز بروتوكول. في الجزء ده باعرفك ازاي انت ممكن لو في نتورك تعرف تدخل عن بعد لاجهزة مش موجودة معك في الشبكة. هو اصلا بشكل عام. لما تسمع ريموت اكسيز كلمة ريموت اكسيز معناها ان اليوزر ديفايس انا لو عندي شبكة محلية اللي هي بتكون هنا السويتش او اكسيز بوينت عندي هنا بي سيز متوصلين مع بعض هنا في السيرفرات في هنا عندي هنا الراوتر وهكذا. ده كده بنسميه دايركت اكسيز. انما الريموت اكسيز معناها في شبكة انترنت وفي هنا نتورك واحد وفي هنا نتورك اتنين. لما احنا في بعد ما بينا مسافات انت في شبكة او انا في شبكة فده بنسميها ريموت اكسيز. فاحنا دلوقتي عايزين نتعرف على ايه هي الخصائص او ايه هي اللي تعرفني ان انا ممكن اخلي ريموت اكسيز يكون شغال. ازاي يخلي نتورك تكلم نتورك رغم انهما بعض عن بعض. ده اللي بتوفرهولي خاصية او تكنولوجي الفي بي ان. الفي بي ان اختصارها ففيرشوال برايبت نيتورك اول ما تسمعها معناها دلوقتي ان احنا هندخل عن بعد. انت مثلا موجود داخل القاهرة وعايز تتوصل بفرع مثلا الشركة اللي موجود في الرياض في السعودية. فتحل الحل هتوصل ازاي يقولك بسيطة تعال اما ننشئ في بي ان تانيل ما بيني وما بينك وننقل الترافيج جواه. فالبي في ان هنا في بي ان استخدامها ان احنا نتوصل رغم ان احنا عن بعد. طيب طبعا الفي بي ان من ضمن الانشاء بتاعها انت بتاخد في بالك بعض الخطوات او بعض القيود ان انت تعملها. ان فقط الاسرائيز دي يوزر هما اللي اكسزوا على الفي بي ان دي. يعني ما ينفعش بعد ما انشئ الفي بي ان اي حد كده ييجي يدخل جوا الفي بي ان ويبتلي يشوف الطرف التاني. لأ لازم وان بنشئ الفي بي ان بكون حاطط بعض القيود تقول مين اللي يدخل وانهي يوزر اللي يدخل. كمان خلي بالك انت بتأكد ان كل الريموت وورك ستيشنز لما تيجي تتواصل مع الطرف التاني بيدخله جوا الفي بي ان عن طريق يعده على الفي بي ان جيت وي. الفي بي ان جيت وي هو دي بوابة العبور بتاعتك عشان تطلع بالفي بي ان. فاي جهاز خلف الفي بي ان جيت وي لازم نتأكد ان هو حيدخل جوا الفي بي ان جيت وي. كمثال مثلا الصورة دي. انا مثلا عندي هنا شبكة الانترنت. عندي هنا اللي على اليسار ده ده جهاز موجود عن بعد. وعند على اليمين دي الشبكة اللوكل بتاعت. فانا هنا التسك بتاع بيقول ان ده عايز يوصل للسيرفرات. لو كان في عندنا شبكة انترنت فقط فكان ممكن وهو طلع على الانترنت اي حد يشوف الترافيك بتاعه ده. انما حاليا مجبر ان هو يدخل جوا الفي بي ان تانيل اللي انشأها ميني الفي بي ان جيت وي. وبعد كده يعدي على الفايروولز يعدي يعدي على كل ده الحد ما يوصل للانسر. لو احنا جينا هنا رسمة توضحية اكتر بداش بتاعت هنا شركة كومتيا. ادى عندي هنا ده الكلينت اهوات ريموت كلينت. عندي هنا دي شبكة الانترنت. وبعد كده هناك عندي على الديستينيشن. الديستينيشن عنده هنا فايروول. في عنده هنا روتر. عنده هنا سويتش. سويتش هنا مسلا في سيرفر وان. انا بالشكل بتاعي ده. كان زبان بدون الريموت كلاينت عشان يدخل على الاس وان. كان في بعض التكنيكز زي الراوتنج المباشر او انه نشتري اي بي ونقجره. كان في قصص كتيرة. لكن كان المشكلة ان الريموت كلاينت لما ايه وبل ما يوصل هنا للسيرفر. بيكون الترافيك بتاعه ده الناس كلها شافته. طب الحل. الحل دلوقتي في ظل الريموت اكسيس تكنولوجيز. عندك الريموت كلاينت عشان يروح للاس وان. لازم حنروح هنا على الفايروول ده بتاع الدستانيشن. ننشئ عليه ممر. نقول يا فايروول اي حد ييجي هنا لازم يكون جاي عن طريق بعض السيرفز او بعض الخدمات. فانا باجي هنا على الفايروول بنشئ هنا فيب ان. الفيب ان اللي لما بتتنشأ بتتلاقي فيه ممر. الممر طبعا ده بيكون او ممر وهمي. الممر ده اتنشأ من هنا الهنا كده. الممر ده اوله بيكون عند الريموت كلاينت وانهايته بتكون عند البيب ان جيتوي. البيب ان جيتوي بالنسبة لي هنا هو الفايروول. ده بنسميه بيب ان جيتوي. فهو بتعبور البيب ان. فهنا الريموت اكسيس كلاينت عشان يدخل هنا جوه البيب ان تانيل. لازم بينزل عنده هنا برنامج. البرنامج ده بنسميه فيب ان كلاينت. البرنامج ده بينزله عنده. بيدخل فيه شوية اعدادات من ضمنها. يدخل الاي بي بتاع الفيب ان جيتوي. الاي بي بتاع الفيب ان جيتوي. وكمان يدخل اليوزر نيم بتاعه. وكمان يدخل الباسورد بتاعه. اول ما الريموت كلاينت يعمل الكلام ده. فيه السيشن او فيه جلسة هتتنشأ من جهازه. هتطلع هتطلع هتوصل لحد الفيب ان جيتوي هنا. الفيب ان جيتوي بعد كده هو اللي هياخدك ويعملك كأنك جهاز داخلي ويوصلك هنا للسيرفر. طيب. لو فيه حد من شبكة الانترنت. حاول يبص في الطانل دي. مش هيعرفه عشان الطانل دي بتكون مشفرة. ده كمان الترافك اللي ماشي جوا الطانل بيكون هو كمان انكريبتد. يعني هنا في الفيب ان بيكون فيه عندنا اتنين انكريبشن. انكريبشن للطانل اللي تم انشأها. الطانل بتكون انكريبتد. ولو حد عارف يدخل جوا الطانل وطبعا ده بيبقى الشيء مستبعد. لو انت دخلت حتى للترافك هتتلاقي كمان الترافك انكريبتد. طب الفيب ان دلوقتي اللي قدامنا دي بنسميها ريموت في بي ان. ان واحد عن بعد عارفنا نخليه يوصل مع السيرفر اللي في الشبكة المحلية كأنه قاعد هناك بالزبط. ممكن الجهاز العليسار ده يكون في السعودية. السيرفر العليمين ده يكون مسلا في ايجيبت. فيبقى انت موجود في منطقة وروحت الجهاز في منطقة تانية عادي جدا باستخدام الفيب ان. طيب. يبقى هنا ده الشكل كده المتقارب من كومتيا دي ببقى ان السلايدز بتاعتها. فهنا بتعرفك ان انت بيكون الشكل ده عندك اول خطوة بتعملها ان الفيب ان كلاينت بيتوصل بالفيب ان جيتوي. اوكي? تاني خطوة الفيب ان جيتوي بيعمل لك اثنتيكيشن ويتأكد ان انت الشخص المخول بالدخول. تلت خطوة بيعملها الفيب ان جيتوي ان هو بيخلي الترافيك بتاعك يتعمل له توجيه وتدخل جوا الشبكة المحلية وتبتلت اكسز عليه. طيب. الكلام ده لما يتم لازم بيتم باستخدام بروتوكولات في بي ان او احنا بنسميه في بي ان بروتوكول. يعني هنا دلوقتي الطنل دي عشان تتناشق من هنا. والترافيك يتنقل من هنا يروح هنا. ما احنا محتاجين بروتوكول ينقل الكلام ده. فيه عندنا طبعا بروتوكولات كتير بس اشهر بروتوكول اسمه اي بي سيك. الاي بي سيك ده اشهر بروتوكول خاص بالفيب ان. ده البرتوكول المسؤول عن انشاء الفيب ان ونقل الترافيك. او اسمه اي بي سيك. اي بي سيكيوريتي يعني. بس السيك اختصار سيكيوريتي. طيب. الفيب ان ممكن تتنفذ عندنا بشكل اخر وبنسميه سايت تو سايت في بي ان. اللي احنا شوفناه من شوية كان اسمه ريموت في بي ان. ريموت اكسيس في بي ان. انما فيه نوع اخر اسمه سايت تو سايت في بي ان. النوع ده برضو مستخدم كتير لكن بنستخدمه لربط الفروع ببعضها. النوع الاول الرسمه ريموت في بي ان كان بيستخدم عشان فيه كلاينت او جهاز وحيد برا عايز يدخل لنا. انت مسلا الشركة ارسلتك ميتنج او ارسلتك مسلا تحضر ايفنت برا. او رحت مسلا لعميل خارج الدولة. ومطلوب منك ان انت تكمل شغلك معانا في العمل. فمسلا سي انت موجود في دبي واحنا هنا موجودين في مصر. فانت متقولش بقى استنوا يا جماعة لما ارجع العمل بتاع باكمل شغلي. هتتلاقي هنا المسئولين بتاع مصر يقول لك احنا انشأنا لك فيب ان. يقول لك يلا ادخل على جهازك اعمل شوية اعدادات كده. هنفتح لك ممره وتدخل هنا على السيرفرات عشان تكمل شغلك وانت برا. ده بنسميه الريموت اكسس فيب ان او الريموت فيب ان. طيب الصيد توصيد بقى بنستخدمها امتى? لما يكون في عندك فروع للشركة عندك مثلا برانش وعندك اتش كيو. او الشركة بتاعتك فتعة فروع جديدة. او مثلا بتتلاقي الشكل ده مشهور اكتر مع المصارف او البنوك. فيه بنك مثلا فتح ليه فرع جديد في شارع جديد او في مدينة جديدة. فانت عارف كل البنك ده او كل فروع البنك لازم تكون متوصلة ببعضها. فالفكرة انه هو انشأه فيب ان بس من نوع صيد توصيد. برضو خلينا كده بعيد عن الصورة بتاعت كومتيا لو احنا كده جبنا الصبورة. السودة. تخيل دي شبكة الانترنت اهي. انا عندي هنا على اليسار فيه شبكة. الشبكة دي فيها فايروول. فيها سويتش. في هنا بي سي. طيب انا عندي هنا الشبكة العالمين برضو فيها فايروول. وفيها سويتش. وفيها بي سي. طيب بي سي بي سي سري. بي سي فور. ده هنا. فايروول وان. فايروول تو. انا التسكي بتاع بيقول احنا عايزين نخلي بي سي وان يتواصل مع بي سي فور. ده في فرع وده في فرع. ده مسلا موجودين هنا في مصر. الشبكة دي. ودي موجودة هنا في المملكة. يبقى ده في منطقة وده في منطقة تانية. المشترك ما بينهم ان هم متوصلين الاتنين على شبكة الانترنت. فساعتها بنيجي نستغل الكلام ده ان انا باجي على الفايروول واحد والفايروول اتنين. بخليهم الاتنين ينشئوا مع بعض كده الممر بتاع الفي بان. يعني ده الفي بان تانيل بتكون هنا. ما بين مين ومين? ما بين الفرعين بتوع الفي بان جيتوي. يعني اي حد بيطلع من شبكة السعودية بيعد على الفي بان جيتوي اللي هو فايروول واحد. اي حد طلع من مصر بيعد على الفي بان جيتوي اللي هو اسمه فايروول تو. بعد ما انشأنا كده التانيل ما بينهم ساعتها. انا هخلي بي سي وان الترافيك بتاعه هو طالع يدخل جوه الممر ويعدي يروح لحد الفايرول اتنين والفايرول اتنين بيعمل لك راوتينج الجوه يبقى ده اسمه سايت تو سايت فيب ان او بنسميها فرع الفرع طب افرض الشركة بتاعتك فتحت فرع جديد بسيط الفرع الجديد ده هو كمان هتوصل بشبكة الانترنت قدي مسلا ده فرع رقم تلاتة اهو ده الفايرول بتاعه برضو عنده هنا سويتش عنده هنا مسلا بي سي وان او بقى نقول بي سي فايف وبي سي سيكس عندي هنا ده فايرول سري برضو ده هيدخل معهم في نفس الطانل على حسب بقى انت عايز يدخل معهم كلهم يشوفوا بعض ولا تنشئ طانل جديدة من هنا الهنا اوكي دي طانل كده من هنا الهنا على اساس كده ان البرانش سري ده هيتوصل فقط مع البرانش تو ولا انت عايز كمان برانش سري توصل مع برانش وان كمان انشئ طانل هنا فيبقى انت الوقت عندك مش معديدش سايت تو سايت ده بقى مالتي سايت مالتي سايت يعني انت عندك هنا اكتر من سايت مع بعض يبقى حاليا عندي هنا السعودية رايحة مع مصر وكمان هنا ممكن نقول ده الامارات فلما الشركة بتاعتك تقول لك التلات فروع بتوعنا بتوعنا بتوصلين مع بعض يعني مصر يعرف يكلم السعودية في اي وقت الامارات تكلم السعودية في اي وقت السعودية تكلم مصر في بعض الشركات تقول لك لا 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 احنا عندنا الفرع الرئيسي بتاعنا او الرئيسي بتاعنا موجود في ايجيبت ده بنسميه الهتش كيو الهيت كورتر عندنا السعودية ده برانش او بنسميه بي ار بي ار وهنا الامارات بنسميه بي ار فعندنا البي ار ده يتوصل مع اتش كيو والبي ار ده يتوصل مع اتش كيو انما الامارات ما تتوصلش دايركت مع السعودية ده برضو بيرجع للدزاين نفسه بتاع الفيبين احنا عايزين هل كله يكلم بعض ساعتها بنخلي الشبكة بنسميها فول مش فول مش يعني اي حد يعرف يوصل للتاني ولا عندنا فقط الفروع بتكلم الاول فده كده تطبيق للسايت تو سايت فيبين طيب هل انا هنا ككلاينت اللي موجود هنا بي سي وان او بي سي تو هل محتاج انزل عندي اي برامج نو مفيش اي برامج بنزلها عندي هنا مفيش فيبين كلاينت انا كده كده بطلع بالترافك بتاعي العادي وعمل حسابي ان الفيبين جيتوي بتاعتي هي اللي هتشفر وهي اللي هتعمل كل شيء يبقى هنا في السايت تو سايت فيبين بتاعها اسهل واسرع على عكس الكلاينت الكلاينت فيبين كنت محتاج عندي هنا انزل الكلاينت عند البي سي عشان يعرف فيه يدخل يبقى الفيبين برضو انت هتشوفها امتى في السيكورتي بلاس خلاص انت موجودش هتشوف الفيبين تاني غير بس ان انت فهمتها لكن هتشوفه في كورسات النيتوورك سيكورتي وحتى في كورسات السيرفرات لو انت مثلا بتدرس مايكروسوفت او حتى كورسات الكلاود بيبقى مطلوب منك ان انت هتنشئ فيبين تانيل على الكلاود او ما بين الفروع وبعضها طيب لو انا عايز اعمل الشكل بتاع الريموت اكسس بس بدون الفيبين مايكروسوفت نفسها موفرة لك داخل الويندوز برنامج اسمه ريموت ديسكتوب اه ابليكيشن اللي هو طبعا شغال ببروتوكول اسمه ريموت ديسكتوب بروتوكول مايكروسوفت موفرة لك بتقولك لو انت عايز تدخل على جهاز ريموت لي موجود مسلا معاك في الشبكة او عن بعد اكتب هنا ريموت ديسكتوب كوننكشن اهو ده هنا البرنامج اللي موجود جوه مايكروسوفت ويندوز بقولك هنا اكتب للاي بي او اسم الدومين اللي انت عايز تكوننكت بيه اليوزرنيم والباسورد وهيخليني اكوننكت بس هيخليني اكوننكت بشكل جرافيكال انترفيز يعني هتوصل بالزبط مع الطرف التاني اعرف اتحكم في الماوس والكيبورد كمان اسمع الصوت اللي هناك عنده كيان بالزبط اقال على الجهاز اللي هناك او الحل التاني الاسرع لو انت عايز حاجة كوماند لاين يعني حاجة سي ال اي من غير ديسكتوب جي اي عندك بورتوكول الاس اس اتش الاس اس اتش او السيكيور شيل ده البرتوكول اللي بيستخدم بشكل كبير جدا ما بين الاجهزة وبعضها او ما بين الجهاز بتاعك والكلاينت مثلا الاس اس اتش اهو بيقول لي هو اساسي لو انت عايز تعمل سيكيور ريموت اكسز بس هتدخل باستخدام الكوماند لاي كمثال انا هنا البيسي بتاعي كادمنستريتور وده الفايروول اهو الفايروول مثلا انا عايز ادخل عليه اغير في الاي بي بتاعه اعمل له ريستارد فبدل ما اروح افتح الفايروول بجرافكال يوزر انترفيس وياخد وقت وبيعمل ده انا ممكن اعمل عليه كونيكشن اس اس اتش هيقوم فتحه على طول شاشة سودا كده الشاشة السودا دي اكتب فيها الكوماندات اللي عايز اوصلها للفايروول نفس الكلام عايز اعمل اعدادات مثلا للراوتر بتاعي عندي راوتر او عندي سويتش عايز ادخل على الراوتر ده الراوتر ملوش جرافكال انترفيس فابقولك استخدم الس اتش عشان تدخله فالIDS اتش من اشهر بورتكولات اللي انت حتستخدمها في حياتك العملية لو انت جاي تدخل على السيرفر جاي تدخل على راوتر وهكزا الس اتش اللي بيخليه مميز انه هو بيستخدم البابليك كي انفروستركش او البابليك انكريبشن البابليك كي انكريبشن ان البية تابعي ده هنا عشان يدخل على الراوتر باستخدم الlerini ستخدم الس اتش لازم الراوتر ده يكون عنده public key وبرايفت كي. واول ما انا بدخل بيعطيني البابليك بتاعه. اشفر بالبابليك بتاعه. وارجع له بالبرايفت فيفكه. برضو لو انت عايز تفتكر بالزبط البابليك والبرايفت كنت هتلاقيهم مشروحين بالتفصيل هنا في لسون فايف. لسون فايف اتكلمنا يعني ايه بابليك كي. عندك كن الاس اس اتش بيستهدم البابليك كي. ومنتهى البساطة تاني قادي البي سي بتاعي متوصل هنا براوتر. الراوتر ده اول ما شغلناه خليناه يعمل جينيريت لبابليك كي وبرايفت كي. اوكي? اول ما الجهاز بتاعك يكون نكتب استخدام الاس اس اتش. للراوتر. هتتلاقي الراوتر بيقولك اتفضل. خد البابليك كي بتاعي. ليه يا روتر عطتنا البابليك? عشان قال لي خد البابليك وانت بتبعت اليوزر نيمو الباسورد شفرهم بالبابليك. فهمتنا هنا في المسج رقم ثلاثة. ارسلت اليوزر والباسورد. وعملت لهم انكريبشن باستخدام البابليك بتاع الراوتر. فالراوتر هنا لما استلم المسج رقم ثلاثة كان عنده البرايفت اللي تشفر بيه البابليك. فعارف بالبرايفت يفيك لنا بعدته له. فبسلا دي الرسالة كده بتطلع لك اول مرة وانت بتكون نكتب الراوتر. جايب لك هنا ده شكل مفتاح البابليك بتاع الراوتر. يعني وانت لسه بتكون نكتبه. قال لك استنى ما تقولش اي شيء عشان مكون الكلام بتاعك ممكن حد يشوفه. يلا خد البابليك ده وانت بترسل اليوزر نيمو الباسورد. شفرهم بالبابليك اللي اعطته لك ده. وابعتهم اللي متشفرين. وانا حفك بالبرايفت بتاعي. فده الفكرة بتاعة الاس اس اتش. وبرضو الاس اس اتش احنا هنشوف عليه لاب. يبقى حيكون عندنا هنا لابين بعد الجزء ده. عندنا لاب على الاس اس اتش ازاي بننفزه. يبقى احنا كده خلصنا الموديول بتاع النهار ده هو ما كانش صعب. لكن ده بنينهي كده الكلام بتاع النيتوركينج بيه. من اول المحاضرة الجاية ان شاء الله. واللي بعدها واللي بعدها هيكون عندنا فيه تلات لابات خاصين بالموديول رقم حداشر بازن الله.